ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله دائما وابلا قدر المستطاع نحاول نغير عداد غذائية صحية اجتماعية ايمانية الى الاحسن ونحمد ربنا في كل الاحوال اكيد احسن شيء اللي هو الغذاء الصحي الرياضة الصحية الصحبة الصحية التفكير الصحي الإيمان الصحي كله مرتبط مع كله يعني عساس إحنا يكون عنا نفسية صحية وإيمان صحي كمان لازم نكون عنا حب صحي لازم نكون عنا تغذية صحية لازم يكون عنا رياضة صحية كله مرتبط مع كله وأهم شيء هي النية الصحية لما الأعمال بالنيات لكل مرأة منا ونحاول نزبط نيتنا هاي أهم شيء وقمنا بتعرض النية ستصبح لنا إرادة ستصبح لنا حب ستصبح لنا إصرار وإدارة كل شيء ونصل إلى ما نريد أن نصل هذه هي ملحة الهملاية سيجب أن نرد كل الناس تاريخ اليوم مميز جدا لمحاربة نفس أمارة بالسوق دائما نحمد ربنا على كل شيء وليس كل شيء ربنا يعطينا في هذا الدنيا ما رب يعطينا في الآخرة ومهما تمنىنا ومهما طلبنا ربنا مرات يعطينا اللي اللي هو شايف خير إلا وإذا ما أعطينا بيكون قمة العطاء من عنده خبّنالا بعدين فأكبر مشروع أحسن مشروع ما شاء الله ما شاء الله إنه نحصل على حب الله ورضاه كيف نزبّت النية بعدين نذكر إن الله يحب المحسنين إن الله أحب الصابرين إن الله أحب المتقين إن الله أحب المتطهرين نتطهر نكون ممتقين التطهر والتقوى هي عبارة عن أخلاق نزود من أخلاقنا نزود من عداتنا الصحية نخفف الغيبة النميمة هذا ما حكي معي سواء كان جار أو أخ أو صديق أو لا المفوضة أنا أحكي معه ما بدو يحكي معي على الأدين أنا أحاول أدعيله عن ظهر الغيب حتى أدعي للأعداء إنه الله يهديهم أخفف الغيبة أخفف النميمة اللهم استعى اللهم استغاث اللهم استعى اللهم استغاث الحمد لله سلم بديكم وقالكم ما شفناكم في الأيام شوفكم في الألب هنقرأ دعاء لنا الدعاء بغير القدر وعبد ربك حتى أتيك اليقين اليقين أن كل شيء يدربنا اليوم أسعد يوم بحياتي لأنه لسه اليوم لأيه اليوم عايش أنا نحن اليوم تقريباً هنوصل آخر 6 23 6 24 6 2024 الله يحفظكم جميعاً